متشائمون ولا يعولون على نتائج هذا الاجتماع بل يرجحون بأنه سينتهي بتصريحات إعلامية فقط هكذا خرج رؤساء السلطات المحلية من اجتماعهم الأول مع رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو بعد أن شيع المجتمع العربي نحو تسعين قتيلا إلى المقابر بسبب تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة طلبناهم بوضع خطة عمل فورية وتدخل العمل بحيث تكون خطة العمل شاملة بمعنى أنها تشمل تشريعات وتنفيذ القوانين وجمع الأسلحة وملاحقة المجرمين ولكنها تشمل أيضا تطوير المجتمع العربي وتطوير بلداتنا وتطوير المرافق الاقتصادية وخلق فرص عمل خرجنا من هذا اللقاء لا يمكن القول أننا متفائلون لا بل أننا بقينا على إحباطنا وعلى تشاؤمنا الكبيرين على الرغم من أننا استمعنا إلى تصريحات وإلى وعود أيضا من رئيس الحكومة نفسه ومن المسؤولين حوله الذين أكدوا أنهم سيضعون خطة وسيباشرون فورا بوضع هذه الخطة في الاجتماع طرح نتنياهو إمكانية تدخل جهاز المخابرات العام في محاولة لجم الجريمة وهو ما رفض من قبل رؤساء السلطات المحلية المشاركين به تم اختراح من قبل رئيس الحكومة حول موضوع إدخال الشباك وموقف اللجنة القطرية والرؤساء هو واضح نحن نطالب أولا إخراج الشباك من السلطات المحلية العربية كل ما يتعلق في موضوع المعلمين أو الأشخاص اللي كانت تشتل مع الشباك وعلاقتها في الشرطة والشرطة ما بتقرب عليها إذا كانت في عالم الإجرام وطبعا إحنا ضد إدخال الشباك إحنا مواطنين في الدولة في شرطة في الدولة وعلى قد هذا دور الشرطة والحكومة أنها تواجه وتكافح العنف جدول نتنياهو هذا اليوم ضم أيضا اجتماعا آخر مع أعضاء الكنيسة العرب الجبهة والعربية للتغيير طرحت في مؤتمر سبق الاجتماع 12 مطلبا وهي تنظر لنتنياهو على أنه شريك بالجريمة لا نرفع التوقعات لا نعلق آمالا عريضة نتنياهو هو المتهم الأساسي من ناحيتنا أنا أقول لك منذ العام 1948 حتى العام 2009 عدد القتلى العرب أقل من القتلى منذ العام 2009 حتى اليوم منذ ولايات نتنياهو المتتابعة فهو المتهم ومع ذلك عمق الجريمة وكثافتها بمجتمعنا لا تترك لنا الترف أن نرفض مثل هذا اللقاء موقف القائمة الموحدة من هذا الاجتماع بدى مشككا في أهداف نتنياهو منه وفي أهداف أعضاء الكنيسة العرب ينتهي هذا اليوم وقيادات المجتمع العربي تواجه واقع فقدان الأمن والأمان في قرىها ومدنها وتطرق أبوابا تعرف مسبقا أن السعي فيها يشكل تحديا كبيرا والنتائج غير مضموعة